مرحباً يا رفاق، أنا أدعى طارق في العشرينات من عمري وهذا عمر، وهذه نورة وجناء أتيت اليوم لأقص عليكم قصتي وما حدث معنا هل أنتم مستعدون؟ إذن، هيا بنا بدأت قصتي في أحد الأيام عندما كنت في الجامعة نتحدث معاً هل سمعتم عن فندق المهرجين؟ فندق المهرجين؟ لا، لم أسمع عنه من قبل هل هذا الفندق حقيقي؟ أجل، بالطبع إنه حقيقي لقد قرأت عن بعض الآراء من دخله يقسم أنها كانت أكثر ليلة مرعبة مرت عليه مهلاً، ألي هذه الدرجة هو مخيف؟ بالطبع يا نورة، ابحث عنه وسترين أجل، وأنا أيضاً قرأت آراء بعض الأشخاص لذلك شعرت بالحماس أن أقوم بتجربته ما رأيكم؟ هذا جنون يا عمر، خاصة أننا لا نعلم عنه شيئاً ليس جنون يا طارق، كما سأخبركم بعض المعلومات عنه في البداية، إنه فندق متواجد في أمريكا، وبجواره مقبرة ويقول الجميع أن بعد منتصف الليل تخرج الأشباح من المقابر وتجلس في غرف الفندق، لذا لا يقيم أحد في الفندق عاملين الفندق ليسوا أشخاصاً مثلنا، بل هم مهريجين ويتحولون إلى أشرار بعد منتصف الليل مستحيل أن أذهب لهناك، لقد قلت أن لا أحد يقيم هناك يا عمر هل تريدنا أن نقيم ناح؟ وماذا عن تلك الأشباح والمهريجين؟ سنقوم بالتجربة لنعلم، هل كلام الجميع عن هذا الفندق حقيقياً أم لا؟ أنا لست مطمئناً لذلك وأشعر أن الأمر سيكون مخيفاً وسيئاً هال العكس تماماً، أظن أنها ستكون تجربة جديدة ومختلفة وسنستمتع بها صمتنا قليلاً نفكر، حتى قالت نورة أنا معك يا عمر، وأنا أيضاً لقد تحمست لرؤية فندق المهريجين هذا نظروا لي بحماس فقلت حسناً معكم، ولكن بعدما ننتهي من الاختبارات لقد أوشكنا على الانتهاء، ستنتهي في نهاية الأسبوع أجل، سنذهب الأسبوع القادم إذن حسناً يا رفاق، لنعود لمنازلنا لنستعيد للاختبار القادم وبالفعل ذهب كل منا إلى منزله وها قد مر أسبوع واليوم كان آخر يوم اختبار لنا لقد انتهينا من الاختبارات أخيراً هل أنتم مستعدون للتجربة الجديدة؟ أظن أننا لم نفكر جيداً بالأمر يا عمر، سيكون ذلك خطيراً هل سنتحدث في ذلك مجدداً؟ لقد اتفقنا على ذهاب بعد الانتهاء من الاختبارات أجل، لقد اتفقنا على ذلك حسناً، ولكن متى سنذهب؟ بنهاية هذا الأسبوع، أي بعد ثلاثة أيام إنه موعد مناسب لي، وماذا عنكم؟ مناسب لي أيضاً وأنا أيضاً، حسناً إذن، اتفقنا ظلنا نتحدث قليلاً، ثم ذهب كل منا إلى منزله وبعد ثلاثة أيام تجمعنا أمام منزل عمر وذهبنا للمطار سأحجز التذكر لنا وآتي حسناً، هياً وبالفعل ذهب عمر وبعد دقائق أتى وقال طائرتنا ستقلع بعد ساعتين هذا جيد، هل أنتم مستعدون؟ أجل، للغاية، وأنا أيضاً متحمس، ولكن شعوري بالقلق يغلب حماسي لا تجعل القلق يفسد مغامرتنا حسناً مرت ساعتان ونحن نتحدث حتى حان وقت إقلاع الطائرة ركبنا الطائرة وبعد ثلاث ساعات هبطنا واستقلينا السيارة أجر إلى أين أنتم ذاهبون يا رفاق؟ إلى فندق المهريجين من فضلك نظر لنا السائق بخوف قائلاً المعذرة، أنا لا أذهب إلى هناك لماذا أيها السائق؟ لن أستطيع أن أخذكم إلى هناك يمكنكم الخروج من سيارة الآن خرجنا بالفعل من سيارته وقالت جنا لمفعل ذلك؟ ماذا يوجد هناك؟ كان يبدو عليه الخوف لا تفكروا بالأمر، هيا نبحث عن سيارة أجر غيرها بدأنا نبحث عن سيارة أجر وكلما أخبرنا السائق أننا ذاهبون لذلك الفندق يرفض إيصالنا بالمرة الخامسة قال السائق يمكنني أن أوصلكم بالقرب من هناك لكنني لن أستطيع الاقتراب من الفندق لماذا؟ ولما الجميع يرفض إيصالنا لهناك؟ هذا الفندق الآن مسكون بالأشباح يملأه المهرجين ويخاف الجميع الاقتراب منه أنا لا أعلم لماذا أنتم ذهبون إليه ألا تخافون؟ ابتلعت ريقي بخوف وقال عمر متجاهلاً سؤاله حسناً هيا بنا لنذهب بدأ السائق يقود ومرت ساعة وحل الليل حتى وصلنا إلى مكان مهجور أوقف السائق سيارته وقال ها هو الفندق لا يمكنني الاقتراب أكثر من ذلك حسناً شكراً لك خرجنا من السيارة وبدأنا نسير متجهينا نحو الفندق بخوف خاصة أننا أصبحنا في العاشرة مساءً والمكان مظلم لم أتوقع أن يكون المكان مخيفاً هكذا وخال من البشر رفاق أشعر أنني لن أستطيع دخول الفندق إنه مخيف ما رأيكم أن نرحل ونذهب لمكان آخر؟ لقد وصلنا واتفقنا مسبقاً على أننا سندخل ونخض التجربة كما أننا معاً لن يحدث مكروه هيا اتبعوني سار عمر باتجاه الفندق وسرنا خلفه حتى اقتربنا انظروا ها هي المقبرة أمام الفندق بالضبط قالت جناب حماس أجل كما رأيناها في الصور حسناً هيا لندخل دخلنا الفندق الذي كان هادئاً ولكن هدوءه مخيف وكأنه الهدوء قبل العاصفة وهنا وجدنا العديد من المهريجين بالداخل وبمجرد ما دخلنا نظروا إلينا نظارات مريبة ثم تقدم إلينا واحداً منهم وقال مرحباً بكم في فندق المهرجين كيف يمكنني مساعدتكم نريد حجز غرفتين في الفندق لمدة يوم واحد ابتسم المهرج ابتسامة مخيفة وقال بالطبع ثم ذهب ناحية المكتب وأخذ مفتاحين واقترب منا وقال الغرفتين في الطبق الثاني في الجهة اليمنى أومأنا له بشكر واتجهنا ناحية المصعد الذي كان مظلماً دخلنا به وضغط على الطبق الثاني وبالمجرد ما تحرك المصعد عادت الإضاءة ووجدنا مهريجاً يقف بجوارنا في المصعد صرخنا بخوف وبدأ يضحك دون أن يتحدث توقف المصعد في الطبق الثاني وخرجنا مسرعين وقلت يا إلهي كاد أن يتوقف قلبي من الفزع وأنا أيضاً ها هي الغرفتين سأجلس أنا وطارق في هذه الغرفة وجنا ونورا في الغرفة الثانية حسناً اتفقنا يا رفاق ما رأيكم أن نظل معاً سيكون هذا أمناً أكثر سنبدل ملابسنا ونسترح قليلاً ونأتي لنجلس معاً أجل هذا الجيد دخلنا غرفنا وهنا كانت الصدمة كانت الغرفة مخيفة ورائحتها سيئة للغاية يا إلهي ما هذه الرائحة إنها قادمة من المقابر ولكن لا يهم انظر إلى الغرفة وإلى صور المهرجين في كل مكان هذا حقاً أغرب مكان رأيته بحياتي وأنا أيضاً هيا لنسترح قليلاً السفر كان متعباً أومأت وبدلنا ملابسنا وجلسنا نتفحص هذه الغرفة الغريبة حتى سمعنا صوت الساعة يعلن عن منتصف الليل فجأة انطفأ الضوء ثم سمعنا أصوات صراخ من غرفة جنا ونورة ركضنا مسرعين ناحيتهما وحاولنا فتح الباب لكنه لا يفتح وصوت صراخهم كان يزداد جنا ونورة ماذا يحدث بالداخل افتح باب الغرفة لم يتحدثوا وكانوا مستمرين في الصراخ بخوف عمر نحن لن نظل هكذا يجب علينا فتح باب الغرفة بالقوة يبدو أنهم بخطر معك حق هيا بنا حاولنا فتح باب الغرفة حتى نجحنا ودخلنا وجدنا جنا ونورة جالستين أرضا وترتعشان خوفا ماذا حدث لكما؟ بمجرد أن حلم انتصف الليل انطفأ الضوء سمعنا أصوات همسات في الغرفة حاولنا الخروج لكن الباب أغيق علينا بإحكام قمنا بتشغيل كشف الهاتف وفجأة ظهر أمامنا شبح مخيف وحاول مهاجمتنا لكنكم دخلتم في الوقت المناسب واختفى حمد لله أنكم بخير لا تخفوا قاطع حديث عمر أصوات أقدام قادمة من الخارج ذهبت ناحية باب الغرفة وهنا كانت المفاجأة رأيت إثنين من المهرجين قادمين نحونا وبأيديهم سكنا أغلقت الباب وقلت بخوف رفاق يجب علينا الذهاب من هنا الآن ماذا هناك؟ وقبل أن أتحدث فتح باب الغرفة بقوة ودخل المهرجين على وجههم ابتسامة مخيفة مرحبا ها قد أتينا صرخنا بخوف وابتسموا وهم يقتربون منا سريعا قام عمر بلكم واحد منهم وسقط أرضا ثم هجم الثاني علي وصرخت بخوف أحاول إبعاده لكنه كان قويا للغاية اقترب عمر وحاول إبعاده عني لكن لم نستطع وفجأة وجدنا ذلك المهرج يسقط أرضا وظهرت نور من خلفه وبيديها عصى وقالت هيا ليس أمامنا وقت لنرحل من هنا حالا وسرعان ما خرجنا من الغرفة ولكن سمعنا أصوات أقدام المهرجين يصعدون إلينا فقال عمر مسرعا من هنا هيا ركض وركضنا خلفه حتى دخلنا إحدى الغرف المظلمة واختبأنا بخوف ثم سمعنا أصوات ضحكات مخيفة رفعت هاتف المضيء ورأينا الغرفة مليئة بالأشباح ماذا سنفعل الآن أنا خائفة لا يوجد حلس والنفذة لذا يجب علينا أن نقفز منها سريعا كيف ونحن محاطون بالأشباح لم أنهي حديثي حتى وجدت عمر يخرج من بين الأشباح فنظروا إليه بغضاء ففهمت أنه يريد تشتيتهم هيا حاولوا الخروج من النفذة أسرعوا وبالفعل خرجوا وكنت أنا وعمر نحاول إبعاد الأشباح قدر المستطاع حتى خرجت نورا وجنا وهنا علمت الأشباح فغضبوا واقتربوا منا أكثر وفتح باب الغرفة ودخل المهرج قائلا ها نحن مجددا ليس هناك وقت يجب علينا الخروج من النافذة هيا وبالفعل اقتربنا أكثر من النافذة وبدأنا نخرج منها سريعا ومن حسن حظنا أن المسافة لم تكن كبيرة قالت جنا بخوف هيا أسرعوا لنرحل من هنا بدأنا نركض بأقصى ما لدينا ولكن توقفنا عن الركض عندما رأينا الأشباح أمامنا فبدأنا نتراجع للوراء وركضنا في الجهة الأخرى حتى أصبحنا بالقرب من المقابر يا إلهي نحن الآن بجوار المقابر ماذا سنفعل الأمر مرعب لا أعلم أشعر بالخوف ولكن يجب علينا الركض حتى نجد مكانا آمنا عندما أوشكنا على الركض شعرت بيد تخرج من المقابر وتمسك قدمي بالشتاء نظرت إلى أصدقائي وجدتهم مثلي أيضا يا إلهي أريد العودة لمنزلي أنا خائفة حاولنا إبعادهم ولكن بلا فائدة ثم رأينا المهرجين يقتربون منا من يأتي لهنا لا يخرج حيا أبدا وها قد حان الوقت للتخلص منكم ضحكوا بصوت مخيف وقال عمر ليس بعد أيها المهرجين نجح في التحرك ولكم ذلك المهرج وبعد محاولات كثيرة استطعت التحرك أيضا وبدأت بلكم المهرج الآخر حتى سقط أرضا وظهرت الأشباح مجددا هيا لنركض أسرع بدأنا نركض مسرعين حتى وجدنا السيارة وقفت أمامنا ركبنا وقال عمر للسائق أخرج من هنا أرجوك نظر لنا السائق الذي كان متنكرا واتضح أنه مهرج وقال لن يخرج أحد منكم من هذا المكان صرخنا برعب حاولنا الخروج من السيارة لكنه كان يقود بسرعة جنونية عائدا للفندق بدأت ألكمه بالشدة وفتحت باب السيارة وسقط أرضا جلس عمر مكانه وبدأ يقود في الاتجاه المعاكس حتى خرجنا من ذلك المكان المخيف واختفت الأشباح تنهدنا بارتياح وقالت جنة حمد لله أننا بخير لم يكن علينا أن نغامر بحياتنا بهذه الطريقة أعتذر لكم لم أتوقع أن الأمر سيكون مخيفا لهذه الدرجة لا بأس لقد تعلمنا الدرس ليس علينا تجربة كل شيء أجل هيا نذهب للمطار لنعود لبلادنا وبالفعل قاد عمر حتى وصلنا للمطار حجزنا تذاكر الطيران وانتظرنا حتى أتى موعد إقلاع الطائرة وبعد ساعتين وصلنا لبلادنا بأمان قال عمر لا أصدق أننا عدنا أحياء حمد لله حمد لله هيا لنذهب لمنازلنا لقد كان يوما متعبا للغاية معك حق ألقاكم لاحقا يا رفاق إلى اللقاء ودعنا بعضنا البعض وذهب كل منا إلى منزله أخيرا بعد يوم من أسوأ وأصعب أيام حياتنا وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة